راشد يقول إذا كان الإنسان فعل يعني ذنب يستهق فيه الحد يكفي التوبة أو لا بد أن يذهب إلى الإمام ليقيم عليه الحد راشد بارك الله فيك بالنسبة للحدود لا شك بأنها كفارات لكن الإنسان الذي وقع في ذنب و معصية توجب الحد فالواجب عليه أن يستر على نفسه ولا يجوز أن يفضح نفسه و قد ستر الله عليه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى أن يستر الإنسان على نفسه إذا اقترف شيئا من هذه القاذورات قال فليستتر بستر الله فليستتر بستر الله ولا يجوز له أن يخبر أحدا بما فعل و إنما قد ستر الله عليه فليرضى بستر الله يرضى بستر الله و بعدين نحن و لله الحمد أهل الإسلام ما عندنا الإنسان إذا أراد أن يتوب من معصية أو ذنب مهما بلغ أرأيت الشرك ما في أعظم من الشرك ثم القتل ثم الزنا ثم بعد ذلك ما عندنا في شريعتنا أن الإنسان إذا أراد أن يتوب أن هناك شيء يعسر عليه التوبة و يصعب عليه التوبة ما عندنا بالعكس بل ربنا جل وعلا من رحمته و رطفه بعباده أن يسر لهم التوبة يسر لهم أمور التوبة يقول جل وعلا و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يقول جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة يقول جل وعلا و إني لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى آيات كثيرة فلما يجي الإنسان يتوب ما عندنا أنه والله لازم يروح لإمام المسجد أو المطوع أو المفتي أو القاضي أو يروح يخبر الناس لا هذا فعل و ناس لديهم جهل و بعض الناس حرارة الذنب اللي عنده تجعلها يذهب و يخبر الناس لغرض جلد ذاته حتى يقول يلومونه و يعذلونه و يبخونه يرى بأنه يرتاح بهذا و هذا غلط هذا غلط الواجب على الإنسان متى ما إن اقترف الذنب أن يستر على نفسه و قد ستره الله عز وجل و يتوب بينه و بين الله عز وجل إذا كان حق من حقوق البشر يرد الحق إلى أصحابه سرق مال اغتصب مال غصب مالا يرد إلى أصحابه حتى تكون توبة صحيحة حتى تكون توبة صحيحة بالنسبة لمثلا لو قتل القتل في ثلاث حقوق حق لله و حق لأولياء المقتول و حق لمن للقتيل الحق لله إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه حق أولياء الدم إذا كان طبعا أتكلم على قتل العمد بالمناسبة قتل الخطأ ما على الإنسان إثم إذا جاب الكفارة و دفع الدية أتكلم على قتل العمد حق الله يسقط بالتوبة و حق المقتول يسقط بتمكين القاتل نفسه من القصاص أو الدية أو يتنازلون عنه و حق القتيل من أهل العم قال يسقط بالقصاص إذا اختص منه أو بالدية إذا رضيه أو لها الدم و بعضهم قالوا ما يسقط و إنما يأتي المقتول تشغب دماؤه و متلبب القاتل يقول عند العرش يقول يا رب سل هذا فيما قتلني قالوا هذا الدليل على أنه ما سقط لكن هناك قول آخر قالوا لا يسقط مدام أن الإنسان سلك المسالك الشرعية فما يصلح يا أخ الفاضل إذا وقع الشخص في زنا يقول الله أنا مثلا أقيم عليه الحد مثلا أو كذا لا و إنما يستر على نفسه